بايدن قال انه انا ادعو اوبك الى زيادة الانتاج حتى تنخفض وتنضبط اسعار النفط لكن اوبك تتجاهل دعوتي لزيادة الانتاج وتمسكه بخطط زيادة تتوقف عنده 400 الف برميل في اليوم وهو بايدن زعلان وقال بالزبط كده عندنا ادوات للرد على اوبك اوبك ما بتفنعش الكلام هنقدب اوبك قال ردا على سؤال صحفي في البيت الابيض عما اذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياط النفط الاستراتيجي الامريكي هناك عالد كبير من الادوات الاخرى التي يجب ان نستخدمها مع دول اخرى في الوقت المناسب وحث بايدن الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الانتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي اقل تجاوز اسعار نفط 80 زيانة تعارفين لكن اوبك تجاهلت هذا الكلام فهددهم قال هستخدم ادوات اخرى بسرعة حصل انه اوبك و اوبك بلاس استجابت لدعوة الرئيس الابريكي وكانت بخصوص السعودية و الروسيا وفقوا على ضخ مزيد من النفط الى الاسواق العالمية وطبعا رد الرئيس بايدن وقال يعني لم اتوقع ان تستجيب السعودية و الروسيا لدعوتي ولدينا ادوات اخرى في الوقت الحالي طبعا يعني بالنسبة وهنا نتكلم على الطاقة بريطانيا استغاست بقطر لامدادها بالغاز وقطر لم تخيب ظن بريطانيا وحولت مجرى اربع نقلات كبيرة للغاز المسال الى المملكة المتحدة تلبية لدعوة من بوريس يونسون الى امير قطر في نفس التوقيت توقفت امدادات اهو ده الفينانشال تايمز بتقول انه قطر تستغيث يعني اهو ده من قطر تحويل اربع مراكب غاز مسال من الخليج العرب قدامكم وعدو مديق هرمز دخلوا على المحيط الهندي دخلوا على قناة السويس في طريقهم الى يوكي فوق في الشمال قدامكم حضرتكم اهو في نفس التوقيت توقفت امدادات صدار القطري لغزة قطاع غزة وخايفين من انقطاع الكهرباء مش عارفين السبب لغاية دلوقتي لتوقفت الامدادات القطرية من السولار الى الاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة اه طبعا فيه اه في مصر خبر بقولن شركة ايني الايطالية حققت ارباح مهولة خلال الفترة الماضية نتيجة شراكتها مع وزارة البترول وهيئة البترول المصرية وتحقيق ارباح يعني فاقت التوقعات وقالوا ان هي بتفتح شهية الشركات الاجنبية للاستثمار في مصر وبتعلن عن ارتفاع كبير في مبيعات الغاز بمصر وده بياخدني الخبر تاني انتعاشة هي الاكبر في تصدير الغاز المصري انتعشت صدرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال بقوة الى 830 الف طن لشهر اكتوبر هو اعلى رقم شهري منذ 12 سنة وفقا للبيانات المتوفرة لدينا نخافر استلاك الغاز الطبيعي المحلي من 6 علامة 77 مليار قدم مكعب قياسي في اغسطس في حين الوردات من بعر الدول اخرى في ارتفاع بفضل الانتاج القياسي في حقل الفتان الرئيسي في البلاد في اكتوبر 21 تركيا هي المطلق الاول للغاز الطبيعي المسال المصري تبقى لهذا البيان وفقا لبيانات من شركات البيانات المعتمدة صدرات المصرية من الغاز المسال قدام حضراتكم اهي يعني الانجي اللي هو الغاز اللي بيتصدر من مصر والديستينيشنز المختلفة في اكتوبر 21 دول اللي خدوا من مصر غاز تركيا والهند والصين وبانجلاديش يعني خلينا نمشي في دبلوماسية الغاز خلال المرحلة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة